مجلس الشورى وجامعة البحرين وعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه جامعة البحرين من مكانة مرموقة ومستوى عال في تقديم البرامج العلمية المتقدمة التي تسهم في النهوض بالمخرجات التعليمية والمواءمة مع حركة النمو والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين وبينا معالي رئيس مجلس الشورى وحرص المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين وذلك لتعظيم التعاون البناء وتبادل الخبرات وخصوصا فيما يتعلق بمجال التدريب والتطوير وإجراء البحوث العلمية الداعمة للعمل التشريعي من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في تطوير وتحديث منظومة التشريعات الوطنية مؤكدا أن الجامعة تفخر بتعاونها الدائم مع المجلس وبينا أن مذكرة التفاهم ستفتح مساحة أكبر من العمل المشترك بين الجامعة والمجلس تشرفت اليوم بلقاء معاري رئيس مجلس الشورى الموقر ودعوته الكريمة للتوقيع على الاتفاقية بين جامعة البحرين ومجلس الشورى وتشرفت بلقاء الإخوة في الأمانة العامة لمجلس الشورى وكان التوقيع مهم جدا بالنسبة لنا في جامعة البحرين فمجلس الشورى حد دعائم والركائز للمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه وقد تراكمت لمجلس الشورى سنوات خبرة كبيرة عبر السنوات وجامعة البحرين بكوادرها الأكاديمية وطلابها أيضا وتخصصاتها المختلفة تسعى لاستفادة من هذه الخبرات الاتفاقية اليوم ستشجع على الزيارات العلمية والبحثية والتدريبية المتبادلة بين مجلس الشورى وجامعة البحرين وإن شاء الله كل ذلك يصب في تجويد العملية التعليمية لدينا وكذلك ستكون هناك دورات تدريبية أيضا للطلاب والأساتذة ترجمة نانسي قنقر